موضوع الخمس يقال له الخمس أو الخمس موضوع الخمس من الموضوعات التي تحدثت عنها كثيرا ولا أريد أن أفتح الموضوع من جميع جهاته وإنما هو سؤال وردني من مجموعة من طلابي العلوم الدينية من طلبة الحوزة بما أنني أؤكد دائما في برامجي أؤكد أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمس لشيعته في زمان غيبته إلى وقت ظهوره الشريف هذا الكلام ليس من عندي وإنما هو نص واضح وصريح في الرسالة التي وردت إلى السفير الثاني بخط يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والتي كانت تشتمل على أجوبة لأسئلة وجهها إلى الإمام أحد شيعته إنه إسحاق بن يعقوب التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب الإمام بشكل صريح في هذا التوقيع الشريف أباح الخمس لشيعته زمان غيبته إلى وقت ظهوره بما أنني أؤكد هذا المعنى وتحدثت عنه كثيرا وناقشته مناقشة تفصيلية في العديد من برامجي وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية الذين سألوا سؤالا أشكلوا إشكالا وإنني قد أجبت على هذا السؤال أكثر من مرة ودفعت هذا الإشكال أكثر من مرة ولكن لإلحاح فإنني سأجيب على سؤالهم سأجيب على إشكالهم هكذا يقولون من أن التوقيع الشريف يتعارض مع آية الخمس التي جاءت في سورة الأنفال هم يفترضون هذه الفرضية من أن الأحاديث إذا ما تعارضت مع القرآن فإنها ستكون أحاديث مرفوضة هكذا يقولون يقولون من أن التوقيع الشريف يتعارض مع الآية الكريمة فإن الآية الكريمة أتحدث عن آية الخمس توجب الخمس أما التوقيع الشريف فإنه يبيح الخمس للشيعة فهذا تعارض مع الآية وحينئذ كيف يستقيم الاستدلال بهذا التوقيع الذي لا يأتي موافقا للقرآن كيف يستقيم الاستدلال به وأن نبيح الخمس زمان الغيب الكلام كله مضطرب وقد أجبت على مثل هذا السؤال على مثل هذا الإشكال أكثر من مرة ومع ذلك سأجيب أنا لا أريد أن أفتح موضوع الخمس في جميع جهاته فهذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى بحث مفصل إنما سأجيب على سؤالهم سأرد على إشكالهم إن كانوا يشكلون بما يقولون الآية التي هي آية الخمس هي الآية الحادية والأربعون بعد البسملة من سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الآية بحسب سياقها بحسب ما قبلها وبحسب ما بعدها وبحسب تفاصيلها فإنها ترتبط بواقعة بدر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان هو يوم بدر وإنما قيل له الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل حيث تغلب الحق على الباطل يوم التقى الجمعان جمع محمد صلى الله عليه وآله وجمع قريش الآية في سياقها وحتى في مفرداتها الداخلية تتحدث بالدرجة الأولى عن غنائم الحرب وهذا ما يصر عليه مخالف أهل البيت هذا لا يعني أن الآية تبقى حبيسة في هذا الأفق هذا الأفق من آفاقها أنا لا شأن لي بما يقوله المخالفون المخالفون لهم دينهم ولي ديني لكنهم حين يتحدثون عن أن الآية في غنائم الحرب إذا كان الكلام يرتبط في الأفق الأول من آفاق الآية فكلامهم صحيح لأن الآية جاءت في سياق ما قبلها ما بعدها وحتى في تفاصيلها الداخلية إنها أجواء بدر وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرباء واليتام والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الآيات الآيات السابقة الآيات اللاحقة إنها سورة الأنفال سورة الأنفال سورة واقعة بدر هذا هذا الأفق الأول للآية الأفق الثاني فإن الأحاديث الشريفة تحدثت عن أن الخمسة ليس محصورا في غنائم الحرب هناك العديد من العناوين أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أحكام الخمس الكنز مثلا الكنوز إذا ما عثر عليها يترتب إخراج الخمس على الكنوز التي يُعثر عليها في باطن الأرض ما يُعثر عليه من الكنوز وهناك ما يُستحصل من الغوص من الغوص في البحار وهناك ما يُستحصل عليه من المعادن إلى بقية العناوي قطعا هذا العنوان من العناوين المهمة ما هو فاضل عن مؤونة السنة هناك مجموعة من العناوين يترتب عليها حكم الخمس بحسب التفاصيل التي ذكرت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة فما جاء في رواياتهم وَسَّعَ دائرة الخمس وأعطى للغنيمة مضموناً أوسع من مضمون غنيمة الحرب الغنيمة في أصلها في اللغة ما يحصل عليه المرء بسهولة ولذا يأتي تعريفها اللغوي الغنيمة ما فاز به المرء ما فاز به المرء من دون جهد ومن دون جهد من دون تعب لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع إنما أردت أن أبين مضمون الآية بالإجمال فهناك وجوب إخراج الخمس الآية في أفقها الأول في غنائم الحرب وفي أفقها الثاني بحسب ما وسعته الأحاديث من معنى الغنيمة ما يغنمه الإنسان في حياته اليومية فإن الخمس يترتب على غنائم الحياة بحسب ما فصلت لنا الروايات والأحاديث هذه القضية واضحة واضحة جدا في دين العترة الطاهرة الخمس واجب في الغنائم في غنائم الحرب بحسب الأفق الأول للآية الخمس واجب فيما يغنمه المرء في حياته هناك مجموعة عنوين ذكرتها الروايات والأحاديث الشريفة حيث وسعت معنى الغنيمة في الآية بحسب أفقها الثاني هذا الأمر واضح ولا نقاش فيه التوقيع الشريف أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد واثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة خمسمية واثنعاش مما جاء في التوقيع الشريف الذي يعرف بتوقيع إسحاق بن يعقوب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا الإمام استعمل قد وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي مثل ما هي هنا في التوقيع الشريف تأتي لتأكيدي تحقيقي وقوع الفعل لأن قد إذا جاءت قبل الفعل المضارع إنها تفيد التوقع بنحو القلة قد يذهب فلان قد هناك توقع مقيد بقلة الإحتمال بضعف الإحتمال قد يذهب فلان قد يأتي فلان قد أتى فلان قبل الفعل الماضي لتأكيدي تحقيقي وقوع معنى الفعل وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل هذا تأكيد إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الكلام واضح أي شخص يعرف العربية ولو بحدود قليلة سيدرك هذا المعنى وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ليس هناك من تعارض بين التوقيع الشريف وبين الآية الآية أوجبت الخمس التوقيع الشريف لم يلغي وجوب الخمس التوقيع الشريف أثبت وجوب الخمس وإنما أباح للشيعة التصرف فيه زمان الغيبة مع بقائ وجوب الخمس بدليل أن الإمام جعل للإباحة هذه موعدا إلى وقت ظهور أمرنا فأين تعارض بين التوقيع وبين آية الخمس آية الخمس أثبت وجوب الخمس في الأفق الأول منها أثبت وجوب الخمس في غنائم الحرب وفي الأفق الثاني أثبت وجوب الخمس في الغوص في المعادن في فاضل المؤونة إلى بقية العناوين التي ذكرتها الروايات الشريفة التوقيع الشريف لم يلغي وجوب الخمس التوقيع الشريف أباح للشيعة أن يتصرف في الخمس زمان الغيبة إلى وقت ظهور إمام زماننا أين هو التعارض التوقيع لم يلغي وجوب الخمس وجوب الخمس ثابت الإمام أعطى موعدا هذا الموعد صريح صريح وصريح جدا في بقاء وجوب الخمس وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل هل بشكل مطلق إلى يوم القيامة حتى نقول من أن التوقيع تعارض مع الآية التوقيع حدد موعدا لإباحة الخمس إلى وقت الظهور وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث فآية الخمس أوجبت الخمس التوقيع الشريف لم ينكر وجوب الخمس لا في الأفق الأول من الآية ولا في الأفق الثاني الخمس واجب وهذا الأمر واضح وواضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة وليس هناك من نقاش حول هذا الموضوع الحديث عن إباحة الخمس زمان الغيبة إلى وقت الظهور ولا بد أن تعرف من أن الأئمة زمان الحضور قد أباحوا لشيعة ذلك أيضا فمرة أباحوا لهم الخمس كله ومرة أباحوا لهم نصف الخمس بحسب الظروف التي كانت تمر على الشيعة وتمر على الأئمة لا أريد أن أناقش ذلك الموضوع يمكنكم أن تعود إلى برامج التي تحدثت فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع فليس هناك من إلغاء لحكم الخمس التوقيع واضح ومصرح ببقاء حكم الخمس لكن التوقيع الشريف أباح للشيعة أن يتصرف بالخمس إلى وقت الظهور الخمس أموال راجعة للإمام المعصوم وهو حر يتصرف فيها من هو صاحب الخمس في الروايات الإمام المعصوم الهاشميون ليسوا من أصحاب الخمس وإنما الإمام المعصوم هو الذي يعطيهم ما جاء من روايات تتحدث عن أن الهاشميين لهم ما لهم في الخمس لأن الأئمة كانوا يعطون الهاشميين من الخمس باعتبار أن الخمس مال المعصوم وليس مالا للهاشميين مال الخمس مال كثير إذا ما دفع مال كثير جدا فليس من العدالة في شيء أن يملك الهاشميون هذا المال هذا تمييز فيما بين المسلمين الهاشميون حالهم حال المسلمين ليس هناك من فارق فيما بينهم وبين المسلمين حتى يملك هذه الأموال هذه أموال الإمام والإمام حر يريد أن يعطي الهاشميين كل الخمس بإمكانه ذلك لأنه يتصرف عن حكمة وعن عصمة يريد الإمام أن يعطيهم نصف الخمس يريد أن يعطيهم ربع الخمس يريد أن يمنعهم عن كل فلس في الخمس المال ماله والهاشميون ليس لهم من حق في الخمس إذا كان لهم من حق فإن الإمام هو الذي يفرض لهم ذلك الحق قد يعطيهم كل الخمس وقد يعطيهم ثلاثة أرباعه وقد يعطيهم الثلثين وقد يعطيهم النصف وهكذا وربما لا يعطيهم شيئا هذا أمر راجع للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه أما هذا القول الشائع من أن الخمس على نصفين هذا راجع إلى جهل مراجع الشيعة وإلى عدم فهمهم للنصوص لأنهم وجدوا العديد من الأحاديث تجعل الخمس على شطرين شطر للهاشميين وشطر للإمام هذه الأحاديث تخبرنا عن طريقة إعطاء المعصوم للهاشميين هذا لا يعني أن الهاشميين يملكون نصف الخمس الخمس كله للإمام المعصوم وهو الذي يعطي للهاشميين ولغير الهاشميين ما جعل للهاشميين من حق في الخمس بدلا من الزكاة فليس هناك من مقدار محدد لهم وإنما الإمام يعطيهم وحتى الزكوات التي تحرم على الهاشميين إنها الزكوات الواجبة الزكوات المندوبة لا تحرم على الهاشميين وهناك أنحاء من الأموال الشرعية من غير الخمس ومن غير الزكوات الواجبة يستطيع الهاشميون أن يأخذوا منها مثل ما يأخذ بقية المسلمين الخمس مال الإمام المعصو وهو صاحبه وما جاء في الروايات من تعبير صاحب الخمس إنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فقط يعطي ما يعطي للهاشميين ويمنع ما يمنع صلوات الله وسلامه عليه الخمس خمسه والمال ماله وكل شيء مرده إليه صلوات الله وسلامه عليه لإمام الإمام أباح هذا لشيعته وحدد وحدد هذا بزمان الغيبة القضية واضحة وواضحة جدا الزمان الزمان وإنما وإنما أباح للشيعة التصرف في أمواله زمان الغيبة إلى وقت ظهوره الشريف وهذه القضية واضحة وواضحة جدا وأنتم تصوروا معي كم ستكون الحوزة نظيفة لو أن الشيعة عملوا بهذا التوقيع لأن الذين سيتوجهون إليها يتوجهون لأجل إحياء أمر محمد وآل محمد ليس طلبا للمناصب التي تنشأ بأموال الخمس وليس طلبا للأموال الهائلة التي تسرق من الشيعة باسم صاحب الزمان لكانت الأمور بشكل آخر بنحو آخر لأصبحت المؤسسة الدينية مؤسسة نظيفة لا كما هي عليه الآن إنها مؤسسة متخمة بالفساد وبالسحتي وبالابتعاد عن دين محمد وآل محمد ما هو الذي يخيفهم في أن يصحح مسار الحوزة ومسار المرجعية يخافون من الفضيحة وحينئذ فإن الشيعة ستعرض عنهم ولا تدفع الأموال لهم هذا هو الذي يخيفهم لا يخيفهم شيء آخر سبب الفساد في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية سبب الفساد في الحوزة العلمية الدينية سبب الفساد في المنظومة المرجعية الشيعية سبب الفساد قضية الأخماس صحيح أن الفساد فساد عقائدي جاء به الطوسي منذ أن أسس حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة لكن بالإمكان أن نصحح هذا الفساد على الأقل في زماننا ما الذي يمنعهم من تصحيح هذا الفساد الذي يمنعهم أموال الخمس هذا التهارش الكلابي فيما بينهم فيما بين مراجع الشيعة ومنذ قرون منذ زمان جعفر كاشف الغطاء وإلى اليوم هذا التهارش يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب المسعورة على الجيث يتصارعون تصارع الخنازير على القذارة في معالف الخنازير الخنازير طعامها القذارة يتدافعون تدافع الخنازير يتهارشون تهارش الكلاب على الجيث على المرجعية وعلى الزعامة الدينية لماذا يفعل هذا مراجع النجف وكربلاء ويسقط بعضهم بعضا ويفعل بعضهم ببعض الأفاعيل لماذا كل هذا إنها الأخماس لو لم تكن الأخماس لتغيرت الموازين بالكامل ولأمكننا أن نصحح شيئا كبيرا وكثيرا من هذا الواقع الفاسد حكمة إباحة الخمس للشيعة ليست منحصرة في قضية أن تطيب الولادة ولا تخبث هذا جانب من حكمة الإباحة وإن كان هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية أن تطيب الموالد ولا تخبث هذا الفساد الذي ينتشر في عوائل المراجع وفي العوائل التي يقال لها العوائل العلمية في النجف وكربلاء هذا الفساد في أولادهم في أحفادهم في بيوتهم هناك فساد فساد هذا الفساد مرده إلى السحط الذي يملؤون به بطونه هذا الجفاء عند المراجع مع محمد وآل محمد يملؤون كتبهم بعقائد الضلال لماذا؟ بسبب السحط الذي في بطونه هذا السحط يؤدي إلى أن موالدهم لن تكون طيبة طيب الولادة ليس بالضرورة أن يكون من خلال عقد زواج صحيح طيب الولادة يأتي من طعام الحلال الذي تتكون منه النطاف فقد يكون عقد الزواج صحيحا ما بين الرجل والمرأة ولكن النطفة والبيضة من مال حرام من سحت حينئذ ستكون الولادة ولادة خبيثة فليس بالضرورة أن الولادة الخبيثة لا بد أن تأتي من ممارسة جنسية ليست محكومة بعقد زواج صحيح المال الحرام الذي يملأ بطونهم يضحكون على الشيعة من أن أموال صاحب الزمان عندهم عنده الشيعة لكنها حينما تتحول إلى جيوب المراجع القذرة تصبح تلك الأموال أموالا مجهولة المالك كي يعبثوا بها هذا المال الحرام الذي ملأ بطونهم من حتى الذين يظهرون الزهد فيه عملية الزهد هذه هي جزء من وسائل العمل عدة شغر هذه عدة شغر فيظهرون الزهد في تناول تلك الأموال لكنهم يعبثون بها شر عبت لبناء زعاماتهم وزعامات أولادهم وأصارهم لو كان زهدهم هذا زهدا حقيقيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم نحن لا نرى إلا غباءهم وثولهم أوطاحت حظهم هذا الذي نرى فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة هذه عدة شغل يضحكون على الشيعة بهذه المسرحيات وهذه التمثيليات نذهب إلى فاصل أنا أقول لأصحاب السؤال من طلاب الحوزة العلمية الدينية ما حدثتكم به قبل قليل من عدم التعارض بين التوقيع وآية الخمس أردت أن أجاري إشكالكم أنا لا أدري ماذا درستم وماذا درسكم أصحاب العمائم الكبيرة في حوزتهم ماذا درسوكم يا أحبتي يا أحبتي أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام لماذا لأن أحاديث الأحكام هي الحاكمة على آيات الأحكام إذا أردنا أن نعرض أحاديث الأحكام على آيات الأحكام فإن الأحاديث ستكون منافرة لآيات الأحكام لماذا لأن آيات الأحكام مجملة والتفصيل في الأحاديث والتفصيل يتنافر مع الإجمال وحينئذ سنلغي الأحاديث فلا يبقى عندنا حكم واحد عدة آلاف من أحاديث الصلاة إذا أردنا أن نأتي بها ونعرضها على آيات الصلاة في القرآن بما أن آيات الصلاة مجملة فإن التفصيل سيكون معارضا للإجمال فعلينا أن نلغي الأحاديث أي منطق هذا من قال لكم من أن أحاديث الأحكام تعرض على آيات الأحكام إذا قال لكم أحد ذلك فهذا إما ثور غبي وإما شيطان يريد أن يدافع عن ضلال المرجعية وضلال الحوزة أحاديث الأحكام لا تعرض على آيات الأحكام سأضرب لكم مثال الآية الثانية بعد البسملة من سورة النور أذهب إلى موطن الحاجة منها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخر الآية الآية تتحدث عن حد الزنة ومن أن الحد يقام على الزانية والزاني إذا رجعنا إلى الأحاديث فإن الأحاديث تذكر لنا حدودا أخرى الآية هنا تتحدث عن الجلد عن مئة جلد الأحاديث أخبرتنا عن الرجم بالحجارة إذا جئنا بتلك الأحاديث وعرضناها على هذه الآية فإننا سنلغي تلك الأحاديث الآية ما تحدثت عن أنها مخصوصة بغير المحصن هذا ورد في الروايات والأحاديث فحتى هذه الأحاديث إذا أردنا أن نعرضها على هذه الآية فإننا سنلغي تلك الأحاديث لأن الآية ليس فيها من تشخيص أو من وصف للزانية والزاني فيما جاء بخصوص إقامة الحد عليهما الزانية والزاني أكان الزاني محصنا أم لم يكن أكان مغتصبا للمرأة أم لم يكن قطعا المرأة التي تغتصب لا يقام عليها الحد لكن الذي يزني مغتصبا للمرأة ما هو حده عندنا حده القتل بالسيف أكان محصنا أم لم يكن محصنا الروايات هكذا قالت أين هذا في الآية ولا توجد آية أخرى تحدثت عن هذه الحدود الزاني المغتصب للمرأة أكان محصنا أم لم يكن محصنا فحده أن يقتل بالسيف الزاني المحصن يرجى إلى بقية التفاصيل كل هذا ليس موجودا في الآية لماذا في آية الخمس تريدون أن تعرض الأحاديث على الآية ما هي أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام يمكننا أن نعرضها على أصل الحكم يعني إذا وجدنا مثلا أحاديث تقول من أن الصلاة ليست واجبة فإننا نعرض هذه الأحاديث على آيات حكم الصلاة فهذه الآيات أثبتت لنا أصل حكم الصلاة وهذه الروايات إذا كانت موجودة ليس هناك من روايات بهذا المضمون إنها افتراضات فحينئذ نعرض تلك الأحاديث على آيات الأحكام لكن هذا ليس موجودا عندنا ليس موجودا عندنا أحاديث تنكر أصل الأحكام إذا وجدت فإننا نعرضها على آيات الأحكام التي تثبت أصل الأحكام أما الأحاديث التي عندنا والتي تتناول تفاصيل الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام لماذا لأن الأحاديث هنا حاكمت على الآيات نحن نعرض الآيات على الأحاديث كي نعرف معناها فحينما نأتي إلى الآية الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة نأخذ الآية ونعرضها على الأحاديث كي تقول لنا الأحاديث إن الآية في الزاني غير المحصن الحكومة هنا للأحاديث ماذا درسوكم في حوزاتهم لا أدري أضرب لكم مثالا آخر أذهب بكم إلى سورة النساء وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة الآية طويلة أأخذ منها مثالا يتعلق بحديثي فيما يرتبط بميراث الزوجة من زوجها ولهن للزوجات ولهن الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الآية واضحة الزوجة ترث الربع من ما لزوجها إذا مات زوجها إن لم يكن له ولد وترث الثمن من ما لزوجها إن كان لزوجها من ولد من ولد من ذكر أو أنثى على حد سوى لا يوجد في الآية هذه ولا في غيرها من أن الزوجة لا ترث من العقاء لا ترث من الأرض هذا موجود في الروايات بغض بغض النظر هل أن الحكم بقي ثابتا إلى يومنا أم أنه نسخ هذا موضوع آخر لكن مراجع الشيعة إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية يقولون من أن الزوجة لا ترث من الأرض يعني لو أن الزوجة ترك بيتا يقولون هذا البيت يقيم الزوجة لا ترث من قيمة الأرض وإنما ترث من البناء عدوا إلى الرسائل العملية لمراجعكم الذين تقلدونه أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع ليس الحديث عن مسألة ميراث المرأة من زوجها إنما جئت بهذا مثالا أقول أين هذا في الآية فإن الآية خلية من ذكر هذا الآية صريحة من أن الزوجة ترث من ما لزوجها إذا ما توفي من كل أمواله من الأرض وغير الأرض لكن الروايات منعت أن ترث الزوجة من الأرض فأين هذا موجود في الآية إذا أردنا أن نعرض تلك الأحاديث على الآية علينا أن نضعها جانبا لأنها تتعارض مع الآية وهذا الأمر يجري في كل آيات الأحكام عليكم أن تعرف من أن أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام لأننا إذا أردنا أن نعرض أحاديث الأحكام على آيات الأحكام فلن يبقى عندنا شيء من الأحكام ستبقى الآيات تشير إلى أصول الأحكام إلى أصل وجوبها إلى أصل تحريمها لكن التفاصيل ستنتفي حينئذ ومن هنا لابد أن تعرف يا أيها الفضلاء يا طلاب الحوزة العلمية من أن أحاديث الأحكام نحن لا نعرضها على آيات الأحكام لأن أحاديث الأحكام حاكمة على الآيات ومن هنا فإشكالكم لا معنى له حتى لو أن التوقيع الشريف تنافر مع آية الخمس فما هذا بإشكال لأن أحاديث الأحكام تتنافر بتفصيلها مع إجمال آيات الأحكام وهذا الأمر موجود على طول القرآن وعلى طول أحاديث العترة الطاهرة ومع ذلك فإنني جاريتكم وجئت بالحديث وعرضته على الآية وأثبت لكم من أن الحديث لا يتعارض مع الآية حتى إذا ما افتردت أنكم ما اقتنعتم بذلك البيان أساسا نحن لا نعرض أحاديث الأحكام على آيات الأحكام لأن آيات الأحكام مجملة ولأن أحاديث الأحكام مفصلة مفصل ومفصل يكون حاكما على المجمال لا أن نعرض المفصل على المجمال لا أن نجعل المجملة حاكما على المفصل حينئذ سوف نلغي المفصل وإذا ما ألغينا المفصل من الأحاديث لم يبقى عندنا شيء من الأحكام أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا فمثلما لا نعرض أحاديث الميراث على آيات الميراث ولا نعرض أحاديث الحدود كحد الزنا كحد السرقة على آيات تلك الحدود وهكذا في بقية الأحكام فإننا لا نعرض كذلك أحاديث الخمس بما فيها هذا التوقيع على آية الخمس لأن أحاديث الخمس تفصل مضمون آية الخمس نذهب إلى فاصل الفقيه أتحدث عن فقهاء العترة الطاهرة الفقيه هكذا وصفه لنا أئمتنا لا تهجم عليه اللوابس بنحو موجز الفقيه يمتلك رؤية دينية واضحة ويكون قادرا أن يهب الوضوح لغيره هذا هو الفقيه إذا لم يكن كذلك فحينما يسمى فقيها الناس يسمونه وليس صاحب الأمر هو الذي يسميه مثلما يسمي أن واصب خلفاء السقيفة من أنهم خلفاء رسول الله هم يسمونهم هم أحرار والشيعة أيضا أحرار أن يطلق هذا العنوان على عجولهم وأصنامهم الذين يركبون على ظهورهم ويقولون لهم ديخ الشيعة الديخيون أحرار فيما يعتقدون وفيما يقولون الفقيه هو الذي لا تهجم عليه اللوابس يمتلك رؤية واضحة في أمر عقيدته ودينه في تفسير قرآنه وفي معارفه وثقافته وأحكامه وفتاواه ومن جملة هذه الأمور العناوين والمعنونات إذا كانت العناوين والمعنونات ليست واضحة عند الفقيه فهذا ما هو بفقيه هذا فقيه أثول الفقيه قطعا لا يمكن أن يكون أثولا ولكن فقهاء حوزة الطوسي هم الفقهاء الثولان الشيعة تصفهم بأنهم فقهاء وهم في الحقيقة ثولان الخمس هو إلههم وهو ربهم وهو نبيهم وهو إمامهم وهو دينهم وهو كل شيء بالنسبة لهم ومع ذلك هم بسبب غبائهم وبسبب ارتكاسهم في العيون القذرة الكدرة هم لا يعلمون أن الكتاب الكريم قد تحدث عن الخمس في آيات كثيرة على طول سور القرآن أنا أخاطب أصحاب السؤال كي أكشف لهم عن جهل مراجعه عن جهل فقهائه الآيات التي قرنت بين الصلاة والزكاة الأغبياء من آيات الله العظمى يقولون من أن الزكاة هنا هي الزكاة الواجبة التي نعرفها هناك زكاة الأموال وهناك زكاة الأبدان زكاة الأبدان زكاة الصيام زكاة الفطرة وزكاة الأموال زكاة النقدين وزكاة الأنعام وزكاة المزروعات من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا غباء لا مثيل له غباء لا مثيل له لماذا هذا القرن بين الصلاة والزكاة أتحدث عن الزكاة التي يتحدثون عنها لماذا هذا القرن الخمس من جهة الكثرة والوفرة هو أوفر بكثير من الزكاة الخمس مال منسوب إلى الإمام المعصوب بينما الزكاة عبر عنها من أنها أوساخ أيدي الناس ولذا نزه الهاشميون عنها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله إنها أوساخ أيدي الناس فلماذا خصصت الزكاة هذه بحسب فهمهم بالذكر وبالقرن دائما مع الصلاة لماذا مع أن الخمس أعلى شأن من الزكاة الزكاة هذه تشتمل على الخمس وعلى سائر الأموال هذه ما هي زكاة الفطرة وزكاة الأموال الزكاة عنوان يدخل فيه أولا الخمس وثانيا زكاة الأموال وثالثا زكاة الأبدان ورابعا وخامسا كل العبادات المالية وكل الدفعات المالية الشرعية داخلة في عنوان الزكاة الذي يأتي مقترنا مع الصلاة لماذا وقف مراجع النجف وكربلاء عند عنوان زكاة الأموال والأبدان لأن الشافع وقف هنا لأن فقهاء النواصب وقفوا هنا ولأن هؤلاء ما هم بفقهاء العترة لو رجعوا إلى أحاديث العترة لوجدوا أن الخمس من الصدقات أن الخمس من الزكوات ومصطلح الصدقات ومصطلح الزكاة ينطبق على الخمس كما ينطبق على سائر الدفعات المالية الشرعية فهذا القرن الأكيد بين الصلاة والزكاة على طول القرآن أأخذ لكم مثالا سورة البقرة في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية الكريمة هذا الخطاب في الديانات السابقة وفي ديانتنا إنه خطاب قرآني منتشر في كل سور القرآن في الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إلى آخر الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في الآية السابعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة الزكاة وآتوا وآتوا الزكاة وآتوا والسببهم السابعة والسبعون بعد المئتين بعد البسملة سورة البقرة تنتهي بالآية السادسة والثمانين بعد المئتين بعد البسملة ماذا جاء في الآية السابعة السابعة والسبعين بعد المئتين بعد البسملة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإذا ذهبنا نتجول في بقية سور القرآن فإننا سنجد هذا المضمون منتشرا إلى سورة البينة في أواخر القرآن إنها الآية الخامسة بعد البسملة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إنه الدين كله فهل يعقلوا أن الزكاة يراد منها منها زكاة الأموال وزكاة الأبدان أي منطق هذا المراد من الزكاة هنا العبادات المالية الدفوعات المالية الشرعية بكل أصنافها بأصنافها الواجبة وبأصنافها المندوبة والخمس أول عنوان فيها لأنه العنوان المهم ويدخل في هذا العنوان ما يسمى بصلة الإمام هناك مال يدفع للإمام المعصوم صلة الإمام وهناك 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 أنا لست بصدد الحديث عن أصنافي وأنواع العبادات المالية الشرعية فحينما تقرن الزكاة إلى الصلاة المراد من الزكاة هنا مطلق العبادات المالية وأول عنوان فيها الخمس لاحظوا كيف فهمي للخمس لا كما يقولون لكم من أنني أنكر الخمس أنا أسير مع فقه الكتاب والعترة أستنبط الأحكام من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثلما بايعت في بيعة الغدير وأكفروا وأكفروا بديني مراجعي حوزة النجف وكربلاء وأكفروا بفقههم وأكفروا بعقائدهم وأكفروا بطريقة استنباطهم للأحكام الشرعية التي جاءوا بها من قذارات النواصب هذه أحاديثه سأذكر لكم على سبيل المثال ما جاء في رواياتهم هذا هو الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العاملي وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة ثلاثمية وخمسة واربعين الباب الخامس الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين في وصية النبي لأمير المؤمنين وهي لنا يا علي يا علي إن عبد المطلب يتحدث عن جده صلى الله عليه وآله يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن عبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم وكل أوصياء إبراهيم أنبياء فعبد المطلب كان نبيا من الأنبياء الإبراهيميين كذاك هو أبو طالب صلوات الله عليهم أبو طالب كان وصيا من أوصياء إبراهيم هو آخر وصي من أوصياء إبراهيم وأوصياء إبراهيم كلهم أنبياء فحينما يسن سنة إنه نبي من الأنبياء هذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام له لم يكن نبيا فهل أن الله يجري سنن رجل جاهلي يقرر أحكاما زمان الجاهلية كان نبيا من الأنبياء صلوات الله عليه يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن يقول صلى الله عليه وآله ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وماذا فعل وتصدق به تصدق به لماذا لأن الخمس صدق هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله إنه يقرر ما فعله جده عبد المطلب ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله آية الخمس التي حدثتكم عنها قبل قليل ووجد كنزا عبد المطلب فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله آية الخمس مثل ما قلت لكم الآية في الأفق الأول في غنائم الحرب في الأفق الثاني الحديث هنا يجعل الكنزا من الغنائم ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله آية الخمس وتصدق به لماذا لأن الخمس صدقة من الصدقات والصدقات هي الزكوات هي الزكاة بتعبير القرآن صفحة 349 من الباب الثامن إنه الحديث الخامس حديث طويل لا أجد وقتا لقراءته سأذهب إلى موطن الحاجة بسنده بسنده عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر إمامنا الجوات صلوات الله وسلامه عليه فماذا قال إمامنا الجواد في رسالته هذه إن الذي أوجبت في سنة هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار تقية وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم الحديث عن بعض الموالي قصر فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له الإمام جاء بهذه الآية من سورة التوبة وهي الآية الثالثة بعد المئة خذ من أموالهم صدقة 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 الآية صريحة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي أين ذكرها إمامنا الجواد ذكرها فيما كتبه في رسالته إلى علي بن مهزيار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فيما يدفعونه من الخمس قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية صريحة في الصدقة والزكاة الإمام الجواد جاء بها متحدثاً متحدثاً عن الخمس الكتاب طويل طويل لا أجد وقتاً لقراءته لكنني اكتفيت بما قرأته عليكم من أن الإمام جعل الخمس مصداقاً من مصادق هذه الآية خذ من أموالهم صدقة إلى آخرها فالخمس صدقة والصدقة زكاة صفحة 353 من الباب العاشر الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى رجل أمير المؤمنين الإمام الصادق يقول أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني كسبت مالاً أغمطت في مطالبه حلالاً وحراماً لم أكن متورعاً فاختلط الحلال بالحرام وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليه فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال ماذا قال له أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فالخمس صدقة وصدقة زكاة فكل الآيات التي قرنت بين الصلاة والزكاة في الكتاب الكريم في ست وعشرين موضعاً في ست وعشرين موضعاً في الكتاب الكريم هناك قرن بين الصلاة والزكاة في كل هذه المواطن العنوان الأول الخمس لماذا لم يفقه هذا مراجع النجاة لأنهم نواصب لأنهم نقضوا بيعة الغدير لأنهم لا يستنبطون الأحكام بحسب ما يريد أئمتنا لأنهم يستنبطون الأحكام وفقاً لطريقة الشافعي التي هي طريقة الطوسي هذا هو السبب الذي يجعلني دائماً أقبح هذه الحوزة لأنها حوزة ناصبية لأنها حوزة بترية قذرة هل هناك من جهالة وهل هناك من قباحة أكثر من هذا هم يقتلون أنفسهم على الخمس ولا يعلمون أن الآيات الكثيرة في الكتاب الكريم تتحدث عن الخمس ماذا أقول لكم بعد كل هذا المعلومات التي في رؤوسكم يا طلاب الحوزة ما هي بصحيعة لقد ملأوا رؤوسكم هؤلاء المراجع بالجهالات فقه الصادق شيء آخر وحق الزهراء شيء آخر نذهب إلى فاصل